بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض المحاضرة الثانية في كورس ترانسفورت فنومنا 1 زوار الانتقال مومنتم ترانسفورت تعالوا كده نقول إزاي هنذاكر الكورس دوت من الكتاب وإحنا طبعا زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت إحنا الكورس ده بندرسه أو بنذكره من كتاب بيرد وهو الحقيقة من أحسن الكتب في الماتيريال اللي بتغطي ترانسفورت فنومنا تعالوا نتكلم كده على كام حاجة زي نذكر أول حاجة بيقولنا إيه مهم قوي وإحنا بنذاكر الكورس ده إن إحنا ما نتفرجش على الكتاب أو نقرأه كأننا بنقرأ قصة أو كتاب مقال أو كده لا لازم نقرأه ونشتغل بأدينا فدايما الكتاب قصادي ومثلا يزاكر حتة أو بقراها وفي إيدي ورق وقلم وحل مسألة بكتب الخطوات وهي مسألة محلولة بعدها يبقى دايما إيدي بتشتغل مش ببص على الكتاب ومش بقراه كواحد بيقرأ قصة أو مقالة تاني نصيحة إن أنا أكونسلت الماثماتيكس تكستبوكس اللي أنا أترى استعبلكت الكورس ده زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت إنه يعني فيه جزء اللي أبقى سابه من الماثماتيكس أو الرياضة سواء الكالكولاس المتجهات الحاجات دي كلها عدت علينا في سنين دراستنا في الهندسة فمهم قوي إن أنا يبقى عندي سواء كتب بقى بغض نظر عن أنواع الكتب يعني الماثماتيكس اللي إحنا ممكن نرجع لها سواء شوم سواء بغض نظر عن نوع الكتب أو واسميها لكن يبقى معانا أو جنبنا كتب الرياضة بحيث إن أنا أرجع تاني وراجع المعادلات المعادلات التفاضلية أنواعها طرق الحل التكاملات وهكذا إحنا في الكتاب ده نحن نتعامل مع معادلات كتير قوي المعادلات دي لو أنا مش فاهم الفيزيك بتاعها، هي بتعبر عن إيه he term وليما يزيد يبقى يمتز الترمه مسبري من الهندس أو باز نكتب massive أشبق بحي separates لن نجستم فاهم雰ن posis pequeño الفيزيكس الهندة. فلازم اي معادلة، اه هذا term ويعبر عن الحاجة الفلانية عندما يزيد يبقى كيزيد الترمه ممكن يبقى positive أو per negative لكن الترمي ده لازم نيجاتف عشان يعني دايما بفسر المعادلات او الاجزاء الرياضية بتفسير فيزيائي عشان بفاهم مش مجرد ما تحولش الى مكانة حل الرياضة وانا بحل اي مسألة في النهام بطلع اجابة يا ترى الاجابة دي منطقية هافطرد مثلا الاجابة عبارة عن مثلا زد فانكشن في اكس وواي وانا من خلال فهم للفيزيكس ان المفروض لما اكس تزيد مثلا زد تزيد فلقيت ان المعادلة ده زد لما بتزيد اه سوري اكس لما بتزيد زد بتقل لا يبقى ايه هل انا مثلا في اشارة نيجاتف مثلا ما اخدش فالي منها هل مثلا في حاجة في المقام حطيطها في البسط او ما شابه يبقى لازم المعادلة النهائية اللي تطلعلي اتشكد او شغل نماغي يا ترى المعادلة دي تتتفق مع المنطق والفيزياء ولا في حاجة غلصة نعمل طيب موضوع ان يكون عادلت عالمات العديد كامل هذا هو من خلال جيد لشغل من الفضل هذه الحاجات اللي هي البسيطة شويتين لكن تأثيرها كبير يعني موضوع من احنا في ابتدائي في المدرسة او اعدادي دائماً تحقق المعادلة المعادلة مثلاً يبقى كل الترمات ميتر بغض النظر عن الوحدة هي إيه؟ لكن لازم الوحدات بتاعة كل الترمات مثل بعضها ولازم الامونت الفلانية يبقى وحدتها كذا فلو طلعت لي وحدة مختلفة يبقى أنا مثلاً نسيت أقسم على حاجة أو أضرب في حاجة بسيطة لكن الحياة ممكن تخلينا نكتشف أخطاء كبيرة المسائل اللي هنلاقيها في الكتاب متقسمة لـ Classes Class A و B و C و D Class A عبارة عن Numerical Problems يعني مجرد التعويض في قوانين تبقى غلاباً القوانين أو equations دي موجودة في الشابتر نفسه وبيديني variables بعوض يعني تعويض مباشرة تبقى مسائل بسيطة خالص هدفها أنا يعني أجت أكوينتد بالـ equations دي وأعوض فيها بشكل مباشر وأفيل order of magnitude يعني أعرف variables المعينة دي رنجها بتبقى من كذا إلى كذا كValue يعني بعد كده الـ Class B بتبقى analytical problems بتحتاج منك بعض الخطوات الرياضية لأنها ليست صعبة وغالي ما بتبقى يعني الأفكار مباشرة من المسائل دي وراه يعني نسبياً نقدرون أنها تعتبر مسائل بسيطة نسبياً بعد كده Class C بتبقى حاجات أصعب شوية more advanced analytical problems that may bring ideas من chapters الثانية أو من كتب الثانية يعني لو نقدر نقول A سهل خالص B سهل نسبياً C أصعب شوية دي بتبقى Class D بتبقى مسائل فيها challenges رياضية شوية فنقدر نقول دي لدرجة الأصعب يعني فهتلاقي في آخر كل chapter عبارة عن المسائل طبعاً احنا في الكورس ده بنقول للناس A please يعني solve all A and B و preferable C دي طبعاً لو قدرت تحله أو يعني كان عندك وقت تحله يبقى كويس جداً لكن it's not a must طيب تعالوا نشوف الكورس هيغطي إيه أول جوز هنتكلم شوية على Mathematics أو Mathematics هنرجع شوية حاجات في الرياضة The vectors The dot product The cross product The chronicle delta The permutation symbol وهناخد Tensors يمكن يجوز بعضين أخدها وبعضين ما أخدهاش فالTensors يمكن تكون حاجة جديدة شوية بعد كده بعد كده هنستنتج conservation of mass and momentum هنستنتجهم بطريقتين عن طريق Renal Transport Theorem وعن طريق إن أنا أخد فينتيزم أقوم بطريقتين وأعمل عليه بالانس كده الحاجتين بيدوني في النهاية الماس بالانس أو الكنتينيوتي والمومنتم بالانس هنتكلم بعد كده على الكنتينيوتيوتيوتيوتيوتيوتيوة والconcept of stress tensor وحنتكلم على boundary conditions هنتكلم بعد كده على complex flow بحيث إن يعني independent variables اللي هي هتبقى function بأكتر من one independent variable ده هيصعب الدنيا شوية ففيه كذا حاجة هناخدها في الجزء ده في lubrication theory هعمل order of magnitude analysis بحيث أقدر أهمل بعض الترمات في معدلة المومنتم طبعا الكلام ده هنشوفه بتفصيل إن شاء الله لما ناخده يعني أقدر أهمل بعض الترمات في معدلة المومنتم وأحل بشكل تقريبي شوية بعد كده هنتكلم على stream function واللي بيبقى فيها عندي two dimensional flow وبقدر بطرق رياضية معينة إن أنا أحل حاجة كان هيبقى حلها الاناليتيكا لي من المومنتم بالانس صعب شويتين بعد كده هنتكلم على boundary layer approximation وهنتكلم على concept بتاع boundary layer اللي هي الجزء اللي في الفليود اللي هو thickness بتاعه صغير خالص اللي بيبقى ملاصق ل solid surface ونرى لماذا نحتاج أساساً أن يكون لدينا boundary layer اللي هي غالبة تبقى layer تخيولية ما هي حاجة حقيقية بseparation حقيقي كده لا دي هي تخيولية ونعرف ليه نحتاجها لكي في شكل معين لوصف المعادلات وبرا boundary layer في شكلتين ولو سمح الوقت إن شاء الله ممكن نتكلم على turbulent flow من الحاجات المهمة قوي ونحن ندرس ال transport phenomena أن نحن نعرف ال applications والأهمية اللي وراء دراستنا لانتقال كمية الحركة في Fluid CF والحقيقة ال applications كثير قوي مثلا flow through pipeline كل المصانع اللي نحن نزورها ونشوفها عبارة عن غيابات من pipelines فالفلو الليكويدز أو الليكويدز ده من أهم ال applications للممهندة من transport عندنا مثلا falling film problems الحاجات اللي عندي فيلم من الليكويد ويتحرك على سطح مائل بزاوية وتفر يعني زاوية أو حتى سطح vertical vertical ويحدث mass transfer مثلا ما بين الليكويد والجهاز وهي طبعا applications كثير جدا في chemical ونحن نحن 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 وزاوية kung سترى المسائل الآن ما قلت ستلك نحن 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 نعلم اللي يحدث الضل tirar وفي نفس الوقت بنبعزين نعرف أو دعونا نقول في كتير من الأحيان ببقى أعرفها وستخدمها في حل المسألة عشان أعرف برضو من الابليكيشن مثلا عملية وفي نفس الابليكيشن مثلا سواء دهنات المباني دهنات الطائرات والعربيات كل هذا الانتقال كمية الحركة في الطبقة التي نعملها كوتينج من الأشياء المهمة جدا من الأشياء المهمة جدا مثلا الـ Flow around Objects مثلا حركة العربيات العربية عبارة عن Objects يتحرك في وسط الهواء طيارة تتحرك في وسط الهواء مركب تتحرك في وسط الماء كورة تحرك أي Solid Object خلال جهاز أو جهاز هذه من الطبيقات المهمة جدا لـ Momentum Transport فالحقيقة الـ Industrial و الـ Environmental هذه الأشياء كلها نجد الـ Momentum Transport له وجود مكثرة ومهم جدا لما الواحد يدرس علم الـ Transport Phenomena و الـ Momentum Transport يجد الـ Application كثير جدا حوالي نحن نعمل ما في الكورس نحن نعمل ما في الكورس ما هو الهدف؟ نحن ندرس الكورس الـ Transport Phenomena 1 أو الـ Momentum Transport ما هو الهدف؟ ما هو الهدف؟ نحن لدينا كيس معينة Physical Phenomena معينة Engineering Application معينة ونحلل الحركة الـ Fluid هيا الهدف كالكاتي لدينا Tools في الأول بالتعامل لدينا معارفة بشوية عاجات رياضية وقوانين نستخدمها مثل Conservation of Mass أو اللي نسميه continuity equation طبعا، هنتكلم عنها بتفصيل بغض شوية والconservations of momentum اللي هي equation of motion بعد كده plus constitutive equations constitutive equations دي انا اشرحها في الاستراد اللي جاية سي عبارة عن العلاقة ما بين forces أو stresses و rate of shear أو shear rate خلاص؟ طيب، يبقى احنا عندنا tools دي والequations دي نطبقها على problems بنقابلها في الحياة problems دي اما تبقى سهلة مثل عندي exact solution to flow problems in newtonian fluids عندي flow under newtonian conditions أو الـ newtonian و number and variables قليل فأقدر أحل المسألة باستخدام هذه الحاجات وأوصل لـ exact solution و بوصف بـ pressure profile و velocity profile أو أن انا عندي دانية معقدة شوية non-newtonian fluids فممكن ما قدرش أعرف أو ما قدرش أجيب الـ exact solution بسهولة أو أن انا عندي complex flow complex flow ده مثلا مالتي dimensional x و y و z مثلا عندي velocity vx و vy و vz كل الكلام سنعرفه بعض الشيء بوصع صورة الكاملة ف الـ complex flow ده مش سهل ان انا احل exactly يعني المعادلات الرياضية واوصل للصيغة النهائية بالمعادلة الرياضية الـ analytical solution العادي مش سهل فساعد بعمل approximation فمثلا اعمل حاجة اسمها lubrication approximation اعمل بعض الـ approximation بحيث ان انا اقدر احل المسألة يعني بشكل يعني نسبيا بسيط يبقى الصورة كاملة ايه؟ معلش نقولها ثاني عندي ادوات رياضية زائد قوانين فيزيائية بحيث اللي بيها مجموعة من المساكل من البسيط الى المعقد طبعا في حاجات في حاجات جانبية يعني لو انا انا فالقوانين دي بتترجم الى static problems ولكن ذي مش جزء من الكورس احنا مش بنادي static بس يعني من اللطيف ان الواحد يعرف ان static problems هي عبارة عن الـ dynamic لما تقويل الى صفر طيب احنا في السلايد فاتت قلنا ان من ضمن يعني القوانين الفيزيائية حاجة اسمها كونستيجيوط ايه كونستيجيوط دي دي هبارة عن العلاقة بين الفورسز والفلاوود دي فورماشن او الشير رايت او الفلاوود طيب الفورسز ولا الاسترسز احنا في المومنتم ترانسفورت بنفضل نستخدم الاسترسز لان الفورس كرقم ممكن محسش به يعني ما عرفش الفورس ده عالي او 10 كيلو نيوتن يطرى الرقم ده عالي او مش عالي هو عالي لو هيقصل على أريا معينة ومش عالي لو هيقصل على أريا كبيرة قوي يبقى المعيار بتاع فهمي لقيمة الفورس مرتبط بالأريا اللي بتأثر عليها عشان كده في كتير من الأحيان بيكون يعني الاسهل والافضل هو ان انا عبر عن الفورس بالسترس حسنا قلنا علاقة الفورسز بالفلاوود دي فورماشن اللي هي في كتير من الأحيان بنسميها الشير ريت اللي هي جامع طبعا ممكن السترسز او الفورسز تأثر على صولد ده بيوند نحن بنهتم بالجزء الخاص بالفلاوود واحد المشهورة جدا هي نيوتن اللي هو الشير بيساوي الفسكوستري مضروب في الشير ريت ده طبعا ليه نيوتونيان طبعا الشير الشير مو الفسكوستي ويجامع دوت اللي هو الشير او الشير ريت طبعا هنا لو رسلنا معلوق هيديني خط مستقيم السلوب بتاعه هو الفسكوستي طيب نفكر بعض بشوية حاجات رياضية كنا اخذناها قبل كده يعني نفتكرها مع بعض عشان هنحتاجها في المسائل بعد كده تعالوا نفتكر مع بعض المتجهات تعالوا نقول كده ان انا عندي فيكتور اسمه ايه هنحط تحتيه شرطة عشان نعرف ان ايه ده فيكتور خلاص يبقى من هنا ورايح بقى اي حاجة تحتيها شرطة يبقى معناها ان هي فيكتور خلاص فده السهم اللي هو بيعبر عن الفكتور ايه عندنا هنا اكس واحد و اكس دين و اكس ثلاثة او اكس و واي و زد مثلا وقلنا ده الفكتور ايه والفكتور ايه له ثلاث مركبات ايه واحد ايه في اتجاه مثلا ايه اكس واي ايه Concept و ايه ايه fel ايه اتجاه مثلا خلاص فبعبر عن ايه بانه هو تلات متجاهات ايه واحد فتجاه ايه واحد ف اتجاه ايه ايه واي ايه ايه толata ايه ايه وضلى مرور خلال X ب 1 و Y ب 2 و Z ب 3 و E هنا، هو UnitVector E هو UnitVector ويبقى فيه العرض يعني ان انا بحطها بهذا الشكل خلاص وقلنا ان اي واحد و اي اتنين و اي تلاتين اللي هم ايه اليونت فيكتور اللي هم مقدار اي واحد فيهم او الماندنيتوت بذلك اي واحد فيهم عبارة عن واحد طيب تعالوا نكتب دلوقتي الفيكتور بشكل تاني الفيكتور هو اللي هو ايه دواتح ننتظر ان اي حاجة تحتها شرطة تحتها خط كده ستبقى فيكتور فنكتبه عن طريق سيجما فلسطائر اللي فاتتك لنا قلنا اي واحد اي واحد زال اي اتنين اي اتنين و هكذا صح كده فالتالبوقتي هنعملها بشكل سيجما سيجما من اي بي سا واحد لاي بي سا والتلاتة لانها عندي ثري دامنشن اكس و اي و زد في الكارتزيينها طبعا فيه سيلندركل و اسفيركل فالسيجما هنا هتبقى من اي بي سا واحد اي تلاتة اي 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 طبعا قلنا ايه الشرطة دي عشان اي دوت فيكتور والاي ده الكاونتر اللي هو بيتغير من واحد لثلاتة طيب عشان نسهل الموضوع و مش كل شوية نكتب سيجما فاحنا طالما عندنا كاونتر اللي هو ليكون اسمه اي فانا هبقى عارف ضمنين ان الكاونتر ده بيتغير من واحد لثلاتة ومش محتاج لكتب سيجما يبقى قادر اكتب اي بتساوي اي 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 لكن عشان اسمه للدنيا ومع ادشان ما زودش الكلام طيب تعالوا كده ان نشوف ايجزامبل كده بسيط يوضح لنا القصة لو انا عندي اي 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 بي جي سي اي خلاص؟ وعايز اعمل اسفانشن لالاكسفريشن ده عند جي مرة بواحد ومرة باثنين ومرة بثلاثة نحن اتفقنا ان طالما فيه اندكس هناه فكان هنا فيه سجما ان قبل ا ا دي فكان فيه سجما تعال ناخد طالما فيه واحد يبقى هنا فيه واحد يبقى هدبقى اي اي بواحد كاين اي اي و سي اي احنا قلنا ان اي اندكس يتغير من 1 till 3 يبقى اي دي تتغير من 1 till 3 يبقى ايه A 1 C 1 و A 2 C 2 و A 3 C 3 وطبعا بي ثابتة بنية B 1 عشان هنا الجي يقاري 1 خلاص نفس القصة برضو ايه بالنسبة ل F 2 نفس القصة بالنسبة ل F 3 تمام طيب تعالوا نفتكر مع بعض الدوت برودكت الدوت برودكت لو انا عندي A و B دول الاثنين فيكتورز بينهم زاوية اسمها ثيتا A B ف A ضد B وطبعا بنفكره ثاني طالما فيكتور يبدأ تحتيه شرطة A ضد B ستساوي المجنيزيوت بتاع A مضروب في المجنيزيوت بتاع B في كوزاين الزاوية ما بينه تمام؟ واحنا عارفين ان A قدر اكتبها ان هي A I EI صح كده B لازم اغير الاندكس لما اضيف او يبقى فيه اكتر من فيكتور خلاص ادي الفيكتور اللي هو اسمه A دوت خد اندكس I والفيكتور اللي اسمه B خد اندكس J يبقى كده A I EI dot B J E J خلاص؟ طيب الحاجات السكيلر اللي هو A I و B I دول السكيلر هجبهم جنب بعض يبقى A I B J خلاص؟ وهنا A I dot E J يبقى مع بعض الكلام ده بيساوي A I B I A I B J ده زي ما هي و E I dot E J ده عبارة عن Delta I J وDelta I J دي بنسميها Kronecker Delta نسبة الى عالم الماني اسمه ريوبولد Kronecker طيب ايه قصة بقى Kronecker Delta دي Kronecker Delta دي لها احتمالين لو I بتساوي J يبقى دلتا دي بواحد لو I لا تساوي J هتبقى دلتا دي بصفر فدلتا I J لو رسمناها كمصفوفة هيبقى الدياجونال واحد 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 اللي هنا دلتا واحد واحد دلتا اثنين اثنين دلتا ثلاثة واي حاجة ثانية بصفر تمام؟ يبقى اذا اي I و J متكرارين الديني واحد واي I و J مختلفين الديني صفر فمثلا E واحد ضط E واحد ستديني واحد تبقى طبعا للقاعدة اللي احنا اخدناها هنا هون وبرضو من الكوزين لدي كوزين صفر بواحد تمام؟ لوحكتين عموديتين على بعض E واحد ضط E اتنين X و Y مثلا يبقى كوزين تسعين بصفر اللي هي برضو نفس القصة انهم مختلفين اتنين نأخذ two examples A A احنا اعرفين من الاول ان A.A ستدينا A² اين نستنتجها ازاي بالإندكس الاندكس يعني. فأنا عندي هنا اي 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 وهنا اي جي اي جي. ودي نقطة مهمة جدا مش عايز اي حد يتلقض فيها ان شاء الله. اه لما نحط فيكتور جديد كل ما نغير الاندكس. حتى لو انا عندي نفس الفكتور يعني اي دوت اي. ما حدش يقول اه الله طب انا نحط اي اي واي وهنا برضه اي. لا. خط مع كل فيكتور حتى لو كان متكرر. هنضع له اندكس جديد. خلاص. يبقى اي 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 ضد اي جي اي جي. خلاص. هنجيب الاس كيلر مع بعض والفكتور مع بعض. اي اي ضد اي جي. استخدناها اللي هي كرونيكال دلتا اي جي. صحي كده. قلنا ان كرونيكال دلتا اي جي. بتساوي واحد لما اي تساوي جي. ويساوي صفر لو اي لا تساوي جي. يبقى ايضا ان الاسبريشن ده مش هيبقى له قيمة غير لو الاتنين بيساوي بعض. يبقى اشيل الجي وحط مكانها اي مثلا. سيبقى ده بواحد. وهنا يبقى اي اي اللي هي اي سكوير. طبعا عارفنا من قبل كده ولكن نشوف ازاي بنستنتجها بطريقة التعبير الجديدة بتاعنا. تعالوا كده نشوف ايجزامبل تاني اي ضد بي. نعمل نفس القصة. اي هنضع اي 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 و بي ستبقى بي جي اي جي. ستبقى لازم اغير اي الاندكس. اجيب السكيلر مع بعضه اي بي جي. وهنا اي ضد اي جي. اي ضد اي جي اللي هو كرونيكال دلتا اي جي. اللي هي مش هيبقى ليها قيمة يعني ستبقى بصفر الا لو اي بيتساوي جي. يبقى لازم اخلل اتنين بيساوي بعض. يبقى هيبقى اي اي بي اي. ممكن تبقى على فكرة اي جي بي جي مش فرقة. لانه في النهاية هو اندكس يتغير بنواحل ثلاثة. يبقى اي واحد بي واحد زاد اي اثنين بي اثنين بي اثنين زاد اي ثلاثة بي ثلاثة. وطبعا واضح جدا جدا ان الدوت برودكت دائما بديني سكيلر. يعني في النهاية انا بادي ب two vectors. وفي النهاية عندي Scalar Quantity. انا بادي ب two vectors وعندي Scalar Quantity. لازم الدوت برودكت في النهاية يدي لك Scalar Quantity. سوف نتحدث عن operator من operators. وكلمة operator معناها ايه؟ معناها حاجة بتدخل على variable. يعني هي نفسها مليهش معناه لوحدها. هذا operator بيشغل حاجة. يعني مثل حتى احنا في مصر مثلا بنقول ايه؟ ال operator بتاع التليفون المحمول. يعني بيشغل ال network بتاع المحمول. فكلمة operator معناها ان هي بتدخل على function او بتدخل على variable تاني. فال operator اللي هناخده الوقتي اسمه dil او نابلة. وهذا عبارة عن operator تفاضلي. بيخش يفاضل ال variable بتاني. فدل لو حطينا تحطيها طبعا شرطة معناها ان هي vector. سيبقى التفاضل بالنسبة لل x في اتجاه x. زائد التفاضل بالنسبة لل y في اتجاه y. زائد التفاضل بالنسبة لل z في اتجاه z. تمام؟ وده الشكل الكارتيزيان. طبعا ممكن الشكل فيه ال cylindrical والspherical بيبقى مختلف شوية. لكن في نهاية هو تفاضل لكل direction. او تفاضل سوري لفانكشن معينة او لفاريبل معينة في كل direction. تعالوا كده مثلا نشوف ايه? دل ساي. خذ بالك هنا مفيش دوت برو دكت ولا اي حاجة بينهم. عشان في حاجات تانية هيبقى فيه دوت برو دكتو كده. فدل ساي عبارة عن تفاضل ساي دي بنسبة لل x في اتجاه x. زائد تفاضل ساي بنسبة لل y في اتجاه y. زائد تفاضل ساي بنسبة لل z في اتجاه z. خلاص؟ لا اقدر اعمل الكلام ده بصيغة summation. خلاص؟ فهخط هنا هون. ملاحظين هنا ايه؟ سوري الاندكس واحد وهنا اثنين وهنا تلاتة. فقدر اقول انه ايه؟ بارشل ساي بارشل اكس اي اي اي. لان ايه انا عارف ان انا لما اخط اندكس هنا هون. معناها انه سجما من واحد لتلاتة. طيب. تعالوا نشوف. في دوت دل تي. في عبارة عن فيكتور اللي هو في اي اي اي. صح كده. دل تي يعني تفاضل تي مرة بنسبة للاكس مرة بنسبة للاكس مرة بنسبة للاكس. فهي تي بارشل تي بارشل اكس جي اي جي. واضح ايه؟ ان احنا كل مرة بيبقى عندي فيكتور فيها. يعني هنا في وهنا دل. البيكتور بضيف فيكتور يبقى بضيف باريابل جديد او اندكس جديد. هنا اي وهنا جي. خلاص؟ طيب. هنأخد الحاجات لسكيلر مع بعض. يبقى في اي بارشل تي بارشل اكس جي. وانا هو اي اي دوت اي جي. خلاص انا عارف فقا من الدوت برودكت ان اي اي دوت اي جي. هيديني كرونيكال دلتا اي جي. اللي هي هتبقى بصفر لو الاي لا تساوي جي. وبواحد لو الاي بتساوي الجي. فلازم في الاكسبريشن ده اي بتساوي جي. خلاص؟ هتبقى فشيل الجي وحطها باي. وطبعا دلتا هتبقى بواحد. يبقى في اي قوارشل تي قوارشل اكس اي. طيب تعال. تعال انا اخد اكسرشيز كده. نشوف احنا فاهمين اتاني او اي. عارضين نسأل يا تارا هل الاكسبريشن اللي على الشمال ده. بيساوي الاكسبريشن اللي عليمين ده ولا لا. نبتلين فوق اللي على الشمال. دل. عبارة عن. بارشل اكس اي 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 اي. وممكن الاي اخدها قبل البارشل او بعدها. يعني. الوحيد اضع السكيلر الاول بعد كده الونيويد فيكتور. كما اخدت الونيويد فيكتور وبعدين السكيلر مش فرق. انتبقى من مرات من اعمالها بالعكس. اضع الونيويد فيكتور سيبقى اي اي. بارشل اكس اي اي. طبعا عشان ايه? عندي فيكتور جديد فبختار اندكس جديد. يبقى EJ VJ وهنا SI. خلاص? تعال نحط الفكتورز مع بعض EI ضد EJ والسكيلرز مع بعض Partial Partial X I VJ SI. خلاص? EI ضد EJ هيبقى و بالتالي I لازم نتعلم J. يبقى الـ expression ده هيبقى ده بواحد وهنا Partial Partial X I V I في SI. طيب يبقى انا عندي هنا تفاضل حكتين مضروبين في بعض يبقى الاول له ده. يبقى الاول في التفاضل الثاني زائد التاني في التفاضل الاول يبقى VI Partial X I زائد SI Partial V I Partial X I وهيبقى الـ expression ده هو عبارة عن الترم الثاني هنا هون والـ expression ده هو عبارة عن الترم الاولاني هنا هون طبعا you can do it yourself. فحنلاقي ان العلاقة دي كده مزبوطة أو الـ equation دي كده مزبوطة. ونشوفك ان شاء الله في المحاضرة الكاية ترجمة نانسي قنقر